مرحبا وشكرا لمتابعتكم تيك ميشن اليوم سنعرفكم على أفضل إعدادات أو على الأقل اللي برأي أفضل إعدادات للأزرار المخصصة لكاميرات سوني كروت سنزر سنستخدم سوني A6600 كمثال تابعونا كنا حكينا بالفيديو الماضي وقت شرحنا عن أفضل الإعدادات المقترحة لكاميرات سوني كروت سنزر وكمان استخدمنا نفس الكاميرا كمثال أنه رح نعرفكم بفيديو مستقل عن أفضل إعدادات الأزرار المخصصة طبعا تختلف الأزرار المخصصة على حسب الكاميرا اللي أنت عندك إياها بالكاميرا هاي في أكبر عدد من أزرار المخصصة لأنه هي 6600 بس إذا عندك 6400 أو 6100 بيكون عندك أزرار أقل عموما بهذه الكاميرا في عنا C1 C2 C3 C4 هون في عنا زرين بزر واحد طبعا لازم نكبس الزر لحتي يصير الشي اللي نحن نخصصينه عليه بس إذا كبسنا بهذه الوضعية بيعمل شي وإذا كبسنا بهذه الوضعية بيعمل شي تاني هاي منسميه AEL هاي منسميه Auto Focus Manual Focus هادا الويل Control Wheel عنده الزر بالنص واربع أزرار عنده الضغط على كل طرف وهي زر قائمة الفونكشن بعض العدسات بيكون في عنده زر خارجي هون على العدسة نفسه هادا منسميه Focus Hold كمان فينا نخصصه من الإعدادات متل ما رح نشوف بعد شوي قبل ما نبدأ بكيفية التخصيص رح ماشيكم بسرعة بشو هي الإعدادات اللي أنا حاططها لكل زر من أزرار المخصصة طبعا فيكم تختاروا الفوتو والفيديو يكونوا غير بعض بس أنا شخصيا بخليهم مثل بعض مشان دائما نكون حافظ كل شي وينما كانوا ما صير فكر انه نهلق بفوتو والفيديو معناه هذا الزر شو بيعمل خلي فرجيكم ياها C1 Focus Area C2 Focus Mode C3 بيغير الفنكشن تبع الويل إذا منتبهين هدا اسمه إعدادات الويل المخصصة C4 بيغير بين التركيز التلقائي على عين الحيوان الأليف أو عين الإنسان زر AEL بيخلي التوتش سكرين شغالة أو مطفية Touch Operation On Touch Operation Off وزر Auto Focus Manual Focus بيغير بالترتيب الفوكس Area منطقة التركيز بيغير ليها واحدة ورد تانية وهلا خلينا ندخل على القائمة ونشوف كيف نخص كل واحد منهم رح لكم كمان رقم المنيو ورقم الايتم منشان تقدروا توصلوا له بمنتهى السهولة ندخل على المنيو نروح على القائمة كاميرا 2 نروح على 8 من 9 Custom Key هاي اسمها Custom Operations Menu Custom Key في عنا واحدة للفوتو واحدة للفيديو واحدة لها الاستعراض طبعية الاستعراض ما كتير مهمة بالنسبة لإلنا لأنه نحن على الأغلب عم نعمل كل هذا الشيء على الكمبيوتر بالنسبة للفيديو أنا عم خليها على طول Follow Custom Photo Follow Custom Photo بالكلي فإذا التخصيص الحقيقي عم بيصير بالCustom Key للفوتو سيبدأ معكم بجهة الخلفية الأول هو الزر هذا لفوق اسمه Auto Focus Manual Focus سأضعه Switch Focus Area تلاقوه بالAF1 Touch Operation Selection الـ 2 اللي هو اللي يكون منزلين هاي لتحت بتلاقوه بالـ Setup 24 على 25 رقم 3 My Dial أو Custom Dial Options بتلاقوه بالـ Custom Operations 20 على 25 بعدها بتكبسوه بيخليكم تختاروا كل خيار منهم بالـ 1 و 2 و 3 شو بيعمل؟ مثلا أنا عامل الأول بيكون Control Wheel هو ISO والControl Dial TV TV يعني شتر سبيد بالـ 2 Control Wheel ISO والControl Dial AV AV يعني فتحة العدسة وبالتالت الـ 2 بيكونوا ISO بعدين أوكي أربعة متل ما قالنا أنا مخصصها للـ Subject Detection بتلاقوه بالـ AF3 6 من 25 2 من أربعة Rear 2 هي عادة أنا بخليها متل ما هي على الـ Default ما بغير فيها كتير شوفوا الـ 1 هو الزر الوسطاني همخليه الـ Focus Standard AF1 24 من 24 رقم 2 اللي هو الكبسي علي سار الـ Wheel Drive Mode 2 من 20 ثالث على اليمين ISO 25 والرابع Exposure Compensation بالـ Exposure 1 25 متل ما قالت لكم هدول هنه الـ Default أصلا أنا ما بغيرتون بالـ Top في عنا زرين C1 و C2 الأول C1 Focus Area AF1 4-25 والرقم 2 C2 Focus Mode 4 على 25 على الـ Lens أحيانا بيكون فيه زر هو زر Focus Hold كمان فينا نخصص أنا عادة أخلي دائما Focus Hold اللي هو من AF3 6 على 25 ممكن تخصوه لأي شيء بتكون فإذا هاي الـ Custom Keys بالإضافة لـ Custom Keys في عنا الـ Function Menu Settings لتعرفوا شو هي الـ Function Menu هي اللي تطلع وتتكبسوا Function Menu هلا رح فرجيكم أنا شو بخصص بهال Function Menu أول واحد S&Q Frame Rate لتصوير البطيء بتلاقوه بالـ Movie 8-13 الثاني White Balance بالـ Color White Balance Image Processing 6-13 الثالث Touch Operation مش نحدد ماذا بتعمل Touch Operation بتلاقوه بالـ 12 من 13 Setup Exposure Compensation 4 من 13 Peeking Color Peeking Color يغير لون خطوط Peeking بـ 6-600 صار فينا نغيرها 6-300 6-500 وقبل ما كنا من قد نغيرها كانت أحمر على طول هلأ صار فينا نعطي لون لأنه إذا كنت نصور أنا منظر في لون أحمر كتير محتاج غير اللون لشي تغير لشي ميز أين البيكينج بمعنى وين الفوكس البعدة Metering Mode بتلاقوه من 4 على 13 Exposure Flash Mode من 5 على 13 Flash هي وقت مستخدم الكاميرا مع Flash Flash Compensation اللي حتعدل إضاءة Flash بتلاقوها بـ 5 على 13 Picture Effects 6 على 13 Creative Style 6 على 13 و Picture Profile 6 على 13 وبالأخير لدينا Shooting Mode من 2 على 13 هؤلاء بالنسبة لي هم أهم الإعدادات اللي يجب الخصصة على Function Menu وإزرار التخصيص لأنه أنا وقت اللي أصور بحس أنه أكثر أشياء محتاجا لنصحكم أنكم تأخذوا غالبيتهم لكن هناك ممكن تحتاج شيء تاني هي تصور عوايدة بالتصوير تختلف طريقة لأنه يجب أن تفضلوا هناك شيء يجب أن أقول أنه هناك C1 C2 C3 C4 لأنه 6600 إذا 6400 أو 6100 لا يوجد 4 أو 3 أو 2 في هذه الحالة تضعه في Function Menu لسهولة الوصول مثلاً بدل فلاش لدينا خانتين للفلاش بجوز أن لا تستخدم الفلاش يجب أن تضع C3 و C4 إن شاء الله هذا الفيديو كان مفيد بالنسبة لكم شكراً لمتابعتكم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتابعوني على إنستغرام وأنا أراكم بالفيديو القادم